سعيد بأن أرى هذا الحضور الكريم وسعادتي تزداد برؤية من ساهمه في بناء الاقتصاد الكويتي من النساء ورجالات الدولة وما زال يساهم في هذا العطاء الوطني ومعهم الشباب الكويتي الذي بدأ في تحمل المسؤولياته تجاه الوطن واستكمال المسار لم يكن سهلا في ظل أوضاع المحلية والعالمية فحقق نجاحات أصبحت نماذج تجارية واقتصادية على المستويين الاقليمي والعالمي فشكرا لوجودكم بيننا في قمة الجريدة الأخوة والأخوات نجاح النسخة الأولى من هذا الملتقى التي انعقدت قبل نحو عام شكل دافعا لنا لتنظيم نسختها الثانية التي نلتقي فيها الآن واليوم أصبحت هذه القمم الاقتصادية التزاما من الجريدة تجاه القطاع الخاص الذي له كل التقدير على قيادته التنمية ودعمه للاقتصاد الوطني إلى جانب وقوفه وراء الشباب الكويتي واحتضانه لابتكاراتهم لاسيما بعد تجاربهم الناجحة في مجالات تقنية الأموال وتجاوزهم المحلية إلى الإقليمية أؤمن أن فعاليتنا هذه تزداد قيمة بحضوركم وإسهاماتكم في مناغشة ما يأتي تحت عنوان تقنية الأموال من تفاصيل متشعبة تشكل أحد أهم المسارات المستحدثة التي شقت طريقها سريعا إلى عالم الاقتصاد الحديث وفي مقدمتها لابتكارات المصرفية الرغمية وتأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع الخدمات وصولا إلى أهمية مراكز التحكيم القانونية في بيئة اقتصاد تقنية مع تكنولوجيا متنامية وكم يسعدني أن يكونوا معنا في هذا الملتقى متحدثون من أكبر الشركات الرائدة يشاركون الحضور خبراتهم في التحولات التي يشهدها العالم وما يترقبون خلال سنوات المقبلة لتقدوا هذه القمة على ما نرجو لها منصة يرسم المشاركون فيها اليوم مستقبل التكنولوجيا المالية في البلاد وقبل انطلاق الملتقى هناك شكر واجب أتقدم به إلى الشركاء الاستراتيجيين في النسخة الثانية من قمة الجريدة والشكر ممتد إلى كل المتحدثين الذين يمثلون إضافة غنية تسهم في نجاح هذه المبادرة وللجميع أقول حضوركم أسعدنا ومساهمتكم تحقق أهدافنا وبانتظار مناقشاتكم لإثراء الحضور شكرا شكرا شكرا